ارجعنا لكم مشاهدين مرحبا بكل من التحق بنا تم تابع فينا في المباشرة حتى الخمسة بتاع العشاء برنامج على سلامتكم البرنامج اليومي على قناة ازيتونا لكل مرة نقدمو لكم فايدة وكل مرة لصديف وذيوف اللي حاولوا يفيدوكم على قد من نجمه اليوم اخترنا بش نحكيه عن لاختخوز شنو هي لاختخوز شنو الاسباب المتاحة كيفاش نجمو نتصرفه معه هل فيه علاج وإلا لا هذا واكثر بش تفيدنا به ذي فتنة لليوم غصائية العلاج الطبيعي سيرين الرياحي مرحبا بك سيرين وبيك عايشة شاهو لك حمدل حمدل سيرين ألو بش نحكيه عن لاختخوز شنو هو الفينومين هذي نحنا نعرف لاختخوز هي وجاعة تحت الرقبة وبس شنو اسبابها ها اسكو تتعالج وإلا لا كيفاش شنو هي لاختخوز ألو لاختخوز مرض أليم المفاصل والعظاء لاختخوز هي الملديه البلو فريقان دي جاهير سميوه المرض العصر توا يصير صغير وإلا كبير ومشكين في الرقبة كهاء في الرقبة في الظهر في السيقة في الشوبي سيباختو بدا نكمل في اللاسو كل ولكن هم معروف أكثر في الرقبة معني هم في أسفر في العالم احنا لجون مم بالتليفون ديما ديما لدو دواء ظهر ما انتا مستوي وكومي ويحشي قعد برشا هكا رو يتقلق زيادا سيسا ألان تيغم رايب رايب بشتجيك لاختخوز فمتون كلتفعليك لازم ديما نحضو من نيفون لاختخوز متعنا أسباب هشنو؟ الأسباب والا عوام الخطورة خلينا نقوله خاطر هي رايب بشتجي تنجي تكون إغيديتاك ديجا معناها بشتجيك أما تنجي تكون في وقت من بعد مش مش أبكر دونك قلنا إغيديتاك قلنا زيدا لعمر هما لكثير يقول لك أبارتيغ من الاربعين خمسين سنة أما لو تنجي بشيك سغي كما قلنا لا موفيس بوستور سينا اللي هو زيدة في الوزن كي واحد عنده كرش دونك فما في بلايس مسكولير تأثير على الظهر الظهر قدش بشيش كيف كيف ساقي تبدأ واقف دونك شايعبت يعبت على ساقي لونك التركيز معاتش يكون نستوي بلايس مظلومة بلايس مركز عليها أكثر أكثر برش دونك ديما نعصر بالسفور ديما الحركة هو الأختخز كيف شوي حدي حس معنا بشي حس وجايع في ساقي ولك كالكبار البلاساوي فماك حاكمة زيدة تكتيك الحركة تنقص حتى للوقفة تعبو برش دونك هيدا هو الأختخز هذا الفينومي نجنغات حتيك هو ما يسميه وهي القروش يقولك ساي دونك السائل اللي كيد سنبيا يمشي ويشيح مع الوقت دونك بلا لذن نردو بلنا هذا تفسير وانجنغال الأختخز اشنو دونك اجي معنا كما قلو حتى من ساعة لتوليزيزيون الغال تم التاليفون وليشوف العباد كل عام لهك دونك هذا يسبب هذا يسبب لأقلاق يسبب دونك كاليش لزينا ديما نعملو ديزيكزرسي تحس يوجي عالتك ديليك تيقف تعمل شوية اتغماء فهمت باش هكا تفره دونك لما تخليو ديما تندو وساعة ساعة ديما ديما نتفقد روحنا بشي نجي معاك سيدينا نشوفو شنو مالحاجات اللي تنجم تنقص الوجاع وكيفيش نجمو نتصرف مع الاتخوز لكن نسأل شيف شيف تعرف كل ما نخمم في السجل في موضوع الاتخوز انا ساعة نتقلق بي معنا في الكرهب برشة وفي تليفون برشة والعال بيسي برشة نخمم حتى في الماما ونخمم في شيف ديما عندكم البلان دو ترافايا كي كت معتها البوستور متاعكم هش ديما مستوي احنا ديما وقفين شي تعملو احنا ديما وقفين مع فميش لقاش كون فكوجين يخدم معانتها قاعد والحاجة والثانية حاجة لبوستور ترافايا دي جاي يعملوهم معانتها دراسات بالكذي بيش كي تبدأ وقف وتخدم ما تقلقك شمعانت يبدأ النيفو متاع البوستور ترافايا متاعك يبدأ عالي شوية بتصير تقعد كما أنت بالضبط نقعد تقعد ويقف بالضبط وتخدم مغير ما تقلق دونك معاني بيش ما تتقلق زيدي كيف كيف سنة بالكرتاج تعاونك في ثلاثة دقائق طايم وترجع ترتاح فيسها تحضر دي جا فيدي المقرونة متاعي السوس بتاعها حضرت المقرونة جوست بيش نخلي نقرب شوي لأخر الحصة بيش نسمت وبنسبة للسوس متاعنا كيما قلنا عملت فيها بغرفة صغيرة متاع مقرونة متاع سوس سيمحوني متاع معجون ماطم معجونة متاع درة أخذت مغرفة صغيرة وتو أكملت عليها الكريم فريش وحضرت نحن عملنا اليوم سوس روزي متاع لانجويني جوست نستنى بيش نسمت كيما قلنا ثلاثة دقائق مقرونة متاعي في نفس الوقت ينا نحضر الكريم وفي متاع واضح ملا تقريبا قدش وقت ويحضر نجم في أربعة درج حتى أقل نجم معناها نقول ونحن من هنا نهاية الحلقة نزلت قل من ربع ساعة من هنا نهاية الحلقة نجم نتعشي شايف مرأتي كالصحة سيرين نرجع لك فالسنة الفينومين قلنا أن العمار الكل نجم معرضة معناها بش تصاب بالمشكلة هل فمع علاج لما تخوز بإلى أكيد يمشي للطبيب أو الحاجة خاطر ساعات يقول لك أسمع نمشي نعمل السيانس دور دي كالصان واحد ووحد ورهو سي كنت خاندي كي راو المساج موش ديري كتبشي فرهدك فما بريود أمفلاماتور يعطيه لك يقول لك جمعتين ربو ويعطيك تزون تلجيك مهدئت لنحيولو جيع وبعد يقول لك أبدأ الحساس متع الله لش طبيعي اللي هما ترى فواء برسمين خاطر يس وهم يجيوا مرة وليزم المواف كي ما الموسك لزم ويستينس كي ما سبور لزم كتوضب علي باش بات تتفرهد بإذن الله وبعد بشتوق بشنطرلو في بروتوكول متع الوقاية متع البريفنسيان باش ما يعودش ترجع ما يعودش جنبا هكيد فما دوية تيخوهم باش يخو لهنه الانتي افلامتوار كي ما ما شكل العظام وانجنرال وانجنبا ديما ماذا بيك المدسان هو يعرف النيفون التالج ويعطي كفامت زوست احنا بعد في الحساس للعلاج طبيعي نبدأ بطوكي دي زانتي دولار دي ماشين عن الالكترотерапي التراسان بعد المساج وبعد اهم حاجة اللي هما اللي هما اللي هما اللي هما اللي هما بشيكمل بيهم وبعد بشيعمل في السبور دونك وقتها بشي حس روح ودجا تحسن وتفاهم خلنا نبدأ معاك تاون قسمو البرتيل الامبورتان في موضوعنا لليوم معنى انا بعد ما مشيت للطبيع بوعطاني افرض علي تدخل العلاج طبيعي دي سيونس مع المختص في العلاج الطبيعي دونك قلتلي تقريبا فما ثلاثة مرات في الاسبوع اول ما بشيبدأ لسيونس امتاعي اذا كان عندي وجاية اسك ما نجموش نرفو سيواليك دجا من الاول تدخل في بروتوكول انتو دولار دي ماشين شي نقصو فكالوجيعة اكت فيما كالضو ايه فيما كالضو اذا كي نقصو الجاعة يفايق الموسكول فامت دونك سيسا تبدأ هكيكا كل سيونس بعد نبدأ في الاتيغمو حتى ما نجمش ننمس الموسكول ولا نقول لك انزل على روحك وانتي موجوع صح الامت نحى الوجاعة بش ندخل في الخدمة صحيحة نحينا الوجاعة ديريكتما كيفش ينجم كيفش يدخل هنا العلاج الطبيعي معناها معناها كلو دي مساج وإلا فما دي مشين لا يفاما مساج تيرابيوتي كذلك بش الدم يدور بش حتى الموسكول يتفره دو ومبعد نبدأ في الاتيغمو السوبلسمن لساعات يبدأ المشكل شي دراء ويبدأ يبس تخطو بالاختخاذ فاهمت دونك ساتيغ الموسكول السوبلسمن وبعد رنفرسمن كي ما في السبب بالذبط يبدأ الموسكول فيبر مبعدم انتي عادوكو جي عش معناها المشكلة لك معادش يخدم كي ما قبل دونك فيبر دونك تزمو رنفرسمن سيساب هوني فما أطوري دوكيسون نجم نوريها معلها مثلا انتيها قاعد سيعدم لدو درواء نجم نحط ودينا هوني كنعان أخت سيروكال هذة يبور لانوك ساتيغ حتى ممزهر وي تتانتو اوسي هذو 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 كلو لرقب ويلا فاهمت كيف كيف بالنسبة للظهر فما اديزرس وحدهم مدوكم حتى في السبب نجم تعملهم هذو حاجات نجم نخدم مموحدي فضاء ايو ولا حتى ساقي تحركهم شوية فهمت يخدموا بيغو برشا معناها ديما مدوبي فرهد حتى ظهروا شوية دونك لازموا يتحرك ساعة فما مخش ايو فما مخش انتخل كل ساعة مدوبي يتقوم يحرك شوية الدم يدور وبعد يرجع يقرض سينو دي كان بعد بشي قد يشكيلك بظهري هاو للهوني فما دين دونك ولا معناها اذا كان ما يتحرك شو بصحيح ولا يتحرك بالغالد ولا ديما قاعد ديما على الظلو ولا ديما وقف هذا نجيم يريسكي بتبيع في المقابل حتى الشيف الشيفة بشانقالها أستوس تبدأ وقفة ديما فان ديما سيق القدي مسيق التلي تراتحجنا كل عليها تفوزي معنية لانستغرام كيف تفرهد لذي كالك سوى انت ويقف حراء حتى كيفش تخسل وجهك بش تلبس حاجة ديما سيق القدي مسيق التلي كيفش الدور ويحد عايت لك دور بكلك واضح ما دورش ما تعملش لفو مفمع فهمت دور بدنك ولكارها بالي أهم حاجة انت قاعد ديجا هذا الفولان انت قاعد تكدو احنا عاكا عنا جوانغ اطلع هذا الفو الفو وفي ديما غاديك شنو الله وعلم شنو وانت ريق دي دا اهم حاجة كيفش ترقدو كيفش تقوم ديما على جنب اكالنطرة ديك اكالقوم في الصباح ديك خائبه على الاخر ودجا ماذا بينا كل صباح ويحد يعمل شوية اتغمون المسك الظهر ورقبته فهمت بشيك يبدأ انفرهم وينجم كامل ينجم بالكدي بالنسبة الاسبور هل هنا هل هنا حاجة ممنوعة للي عنده الاختخاذ بانصور ديجا تبيب ينجم يمنع للي عنده مثلا ببلم في ركبته ديجا البسكليت تنجم تكون كنت عندي وقتها دنك هو تبيب كيفش يقل لك سادي اتصار سادي اتصار او اليتام ووقت ينجم يعرف اهم حاجة نصح بها المخش المخش اهم حاجة معنى موحيد يبدأ مخش في النهاء احنا يصر عنا جنغ كربة تخف قدام الحماس قدام العطار بش هذيك كلمات يتذوكم ما تبخل عليهم بصراحة لازم منهم لازم كدور الدم في النهاء انا نعرف كون يعم مارش بالكرب خدم الكرب يقعد يدو قش مارش بالنسبة للشيف وبالنسبة لنا ساعات وبالنسبة لناس اللي مثلا في خدمتهم ديما ديما واقفين السبابة والحاجات اللي نحن لابسينهم ديما حاجة بلا يقلقوا هذوكم ولي يجا لازم ديما ديش وصور بيان أدبتي ديجا تحسوا مكالخفيف فكالي يسهلو لك حتى في المشي بكل هذوكم لازم منهم أخطوبيديك أصبح ما عشون تسميوهم أكلي تلبسوا في الرقبل هذوكم ميناقف منصوح بيهم ألا وقتها كان عندك جي معنى تكون عندك الأخطوز المام معنى همتوا بيس كنت يلبس عليك ديما نقاط لك نصح رحوك ديما بالأتغماء مساج دي تان تان البسين بهين ديما فما سبار ماذا سبار وكما سبار سبار معنى فيتامين دي ومانيوزيون وهو أهم حاجة الحاجات هذوم لازم نوضبو عليهم حتى في مكلتنا شيف رمضان برمان لنكثر برشة على الماكل الصحي لم تسمى نحن ومام لنكثر برشة من الماكل التي فيها لفتامين كما لفتامين دي كالت عليم سيدين فيتامين دي هذا هو المانيوزيون موجود سورس بارتوب سيرين نعطيك صحة في الأخير كيفش نجم وخلينا نعمل ركاب صغرون ونصيحة عن برشة نقول نحن أمهاتنا نسال دي ما وقفين في الكوجينة خلينا نعطيهم نصيحة من قلوبنا لقلوبهم كيفش نجم ويرودوا بالهم على صحتهم وهذا ركاب مضوان اليوم بالنسبة المرأة اللي دي ما تقف في الكوجينة دي نقولها يعطيها الصحة اللي هي بالفم كيف لا دي ما تقف سيق قدم سيق معنى سيق على سيق ترتاح جنب على جنب وسينا كان تروح وقف برشة برشة تقعد صراحة معنى لذوما أهم حاجة كلكسوك كبشو دور ولا حاجة عالية زيدة عنك انسي تحط تبق الفيح ولا حاجة يلفو الفيتي هذي كرة أكل هزة تعملك فم في ظهرك ترجم هي تسكت عليها ماء لانطيغ فمت دونك نعم سخب بدرجة صغيرة تطلع تحطها ولا قدم كلها لحكي بش تفتي انتي اقل مفم فمت وكهو أهم حاجة كيف اشترق وكيف تقوم بانسوق زادة فقيد لي ديما فما اكيدي بغبيني ترام سينو مش اظهر مام حتى الكتف صح وديما سبار هنقول لك والميك صحية ونبدأ ونحكي ومكبوسين ومستوين مع الناس الكل صار يحنك يلا ما بو بشتك بصروح برشة ما تنجم صحية هنحاول ونحاول والله أنا تعرف حتى في خدمتي وديما نبدأ بالكلب ويقف برشة وكل عندي اللي تحكي فيهم وكل بشوف حالي في كلامك كما يقول المصري سيني نعطيك صحة على النصائح متعار اليوم عشك مرسي أنا نعرف أنه التطبيق هو اللي لازم وإلا هو اللي يفضل المشكلة الكل نجنب العادات السلبية ونكثر على قدم النجم من العادات الإيجابية ونستشير ديما أهل الاختصاص نشكرك برشة سيني نرياح يا خصائية علاج طبيعي شكرا على حضورك مازلت بحضينا خانتفقد الشيف شيف نجيك تاو ألا تحب من بعض نزيدو شوي مسيرش حتى نكمل زي تقول أنت عرفت المثالية في الأشياء عندك الحق يا شيف مالأني مشي نشوفوا بيبا شو محضرت لكم في البيب دار كم بعد نرجو نختم حلقتنا مع شيف مروة البيب دار كم بعد نرجو